هل يجوز للمصلين السلام في داخل المسجد والإمام على المنبر وهل يجوز رد السلام لمن سلم عليه أحد أفيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب وأخبر أن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له بمعنى أنه يبطل ثوابه لكنه لا يمر بإعادة الصلاة وإنما يبطل ثوابه مما يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب لا بالبداية بالسلام ولا برد السلام فمن دخل والإمام يخطب فإنه ينصت ولا يتكلم بشيء لا بسلام ولا بغيره وكذلك الذين يستمعون الخطبة لا يردون السلام لو أن جاهلا دخل وسلم أنهم لا يردون عليه لأن هذا من الكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما من دخل والإمام على المنبر ولم يبدأ الخطبة فلا بساء أو يستحب له أن يسلم إنما المحذور وقت الخطبة لا قبلها ولا بعدها نعم بارك الله فيكم